موسيقى المركز الرابع خامس المشاهدين متابعين الكرام أرى القدوم للريف لمبارك بن أحمد بن بطر بن مايد الخيالي من يتابع تقدم الريف مع المركز الخامس و سادس الانطلاقات راهني حشيم لخالد بن خميس بن عبيد الهاملي بينما انطلقنا مع المركز السابع فأرى القدوم وتسلل لشاهينية لعبيد بن عتيج بن زيتون لمهيري النقلة التالية مع المركز الثامن مع المركز الثامن القدوم من شواهين لراشد بن ناصر بن راشد اللي يابري من يتابع شواهين بهذا الانطلاق مع المركز الثامن وتاسع الانطلاقات الشاهينية سالم بن حميدي بن عبيد الشامسي و مع المركز العاشر المركز العاشر الأسامي اللي بدت تتسلل في هذه اللحظات بهذا الانطلاق المثير و أرديم مع المركز العاشر مبارك بن سهيل اليابهوني الظاهري من يتابع تقدم ديمة مع المركز العاشر هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام ندانا الأول للعشر الأسامي المتقدمة والمندفعة بناموسي هذا الشوط بهذا الاندفاع بهذا التقدم المثير ولكن لنعودة لنعودة مع الصدارة نتابع نتابع دمعة نتابع دمعة من الجانب الآخر بفارق راس من تنطلق بناموسي هذا الشوط نسعيد بن حرام نكتبيه ولكن التحديات التحديات مع الريف مع المركز الثاني مايد بن أحمد بن مايد الأخيلي من يقدم الريف اللي بدأت تتسلل مع المركز الثاني ومع المركز الثالث من الجانب الآخر العين بشعار الدودة بالطبازة بالدودة العامري من يتابع تقدم العين على مستوى المركز الثالث رابع الانطلاقات القدوم مشاهدين متابعين الكرام والتحديات في هذا الانطلاق المتميز العون لمحمد بن شرق بن مراش لعفاري من يقدم تحديات عون مع المركز الرابع خامسا من الجانب الآخر انطلاق مثيرا عاليا لسهيل بن غريب بن راشد بن مصبح الاكتبي من يتقدم أيضا بهذا الشعار المتميز شعار أيضا سطر انجازاتها باحرف من ذهب في هذا العالم الساحر ومع المركز الثالث نتابع المركز الثالث وأرى التقدم في هذه اللحظات في هذا الأداء المثير نتابع الأميرة لريوب سعيد بن غانم المنصوري من يتابع هذا الانطلاق ومع المركز مع المركز السابع حشيم لخالد بن خميس بن عبيد الهاملي هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام للسبع المراكز المتقدمة بهذا الأداء المثير ولكن لنعوده مع الصدارة والبداية ومقدمة هذا الشوط بهذا الأداء المثير والرايع ستتابع الصدارة مشاهدين متابعين الكرام نعود بمقدمة هذا الشوط وبهذا الاندفع المتميز والريف اللي قادت المجموعة الريف من انطلقت بناموسي هذا الشوط مايد بن أحمد بن مايد لخيلي من يقدم تحديات الريف ولكن اللي وصلت عالية لسهل بن غريب الراشد الاكتبين من يقدم من يقدم تحديات عالية مع المركز الثاني المركز الثالث أرى القدوم في هذه اللحظات من الأميرة لريوب سعيد بن غانم المنصوري من يقدم من يقدم الأميرة واللي وصلت أيضا الضبي لسهل بن سالم النايلي الشامسي من يتابع من يتابع هذا الانطلاق وأفعال لناصر بن مبارك بن عية الشامسي ومن الجانب الآخر من الجانب الآخر أيضا شعار بالكيلة يتسلل بهذا الانطلاق المثير والقدوم من الوذبة لعبيد بن حمد بن سعيد المنصوري التحديات مثيرة في هذا الشوط ولكن التغيير التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة وصدار الضبي من قادة المجموعة سيب بن سالم النايلي الشامسي من انطلاق بتحديات الضبي اللي قادة المجموعة اللي انطلقت بناموس هذا الشوط وارى القدوم مع المركز الثاني مع المركز الثاني ارهني هزر لشطيط بن محمد بن شالبود الخيلي المركز الثالث القدوم في هذه اللحظات والتسلل من عالية لسهل من غريب الراشد الاكتبي ومن الجانب الآخر من الجانب الآخر وصلت في هذا الاداء الشاهنية لسالب الحميدي بالعمية الشامسي اللحظات الأخيرة اللحظات الجميلة ولكن انطلقت 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 هزر بهذا الانطلاق المتميز ما خاب الهزر في هزر انطلقت بالصدارة قادة المجموعة في اللحظات الأخيرة انطلقت بناموس هذا الشوط اشطيط بن محمد بن شالبود الخيلي من يتابع من يتابع هزر سلو برماح سلام اسعدت صباحا مع هذا الاداء المتميز اللي تقدم هزر ولحظات الوصول لحظات الوصول الى خط النهاية تهانينا لشطيط بن محمد الخيلي المركز الثاني الضبي لسيب السالم من نايلي المركز الثالث الثالث الشاهنية سالب بن حميدي بن عمي الشامسي المركز الرابع تنطلق فيه مشاهدينا متابعين الكرام سهم لحمد بن خليف بن زارة الخيلي ومع المركز الخامس افعال ناصر بن مبارك بن عي الشامسي تصل مع المركز الخامس هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام ولكن لنعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول هزر إلى خط النهاية تأتي بتوقيت زمني مقدار هذه لحظات الوصول سبع دقائق أربعين ثانية بالوفاء والتمام تهنينا لشطيط بن محمد الخيري على فوز هزر بالمركز الأول بينما اللي وصلت مع المركز الثاني مشاهدين متابعين الكرام سبع دقائق أربعين ثانية تسعة زامن الثانية هو توقيت الضبي تهنينا لسيب بن سالم النايلي الشامسي بينما اللي وصلت مع المركز الثالث هذه لحظات الوصول مشاهدين متابعين الكرام بتوقيت زمني مقدار سبع دقائق واحد وربعين ثانية ثمان عزاء من الثانية هذه لحظات وصول الشاهنية تهنينا لسالم بالحميدي بالعمائي الشامسي تهانينا للجميع والناموس زعفاران وفيه تهن العود فات مرحبا ترحيبا